بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير جمهور النادي الأهلي العظيم أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الدريند حلقة نهاية الأسبوع النهاردة الحلقة الأخيرة من هذا الأسبوع وبالتأكيد 48 ساعة حسمة قبل مواجهة الترجي التونسي يوم السبت المقبل في إيابة نهائي دوري أبطال إفريقيا العد التنازلي على الحدث الكبير تفاصيل كتيرة كواليس حصرية أخبار مهمة مغالطات عديدة منتشرة على السوشيال ميديا وأخبار كتيرة بتتصدر من خارج مصر بشأن مباراة الأهلي والترجي كيف يستعد الاتحاد لإفريقيا وما هو الشكل التنظيمي للمباراة النهائية الإخراج والتصوير التلفزيوني حفل ختام نهاية دوري الأبطال والمفاجآت هذا الحفل النهاردة معنا كل الأمور المتعلقة بطولة إفريقيا ونهاية إفريقيا يوم السبت اللي جاي النهاردة في حلقة ختام الإسبوع لأن بكرة وبعده إحنا مش معاكم وإن شاء الله هنكون معاكم يوم السبت قبل معادل المباراة بثلاث ساعات في ساعة مباشر على برنامج جلتريند هنتكلم على آخر الاستعدادات قبل تحرك الفريق لأستاذ القاهر كمان النهاردة نتكلم على مباراة الأهل والزمالك في كرة اليد انبارح كانت المباراة الثانية ضمن مباراة البست أوف سري والأهل يخسرها بفعل فاعل موضوع التحكيم الأخطاء التحكمية الجماهير زعلانة السوشيال ميديا بتطرح موضوعات عديدة النهاردة عندي تفاصيل مهمة جدا وكواليس مهمة جدا على طاقم التحكيم اللي أدار مباراة الأهل والزمالك في كرة اليد بالإضافة لذلك بالتوفيق يا رب بإذن الله لفريق النادي الأهلي لكرة السلة وصل لرواندا بالأمس وعندهم بطولة إفريقية مهمة جدا كل التوفيق لقطاع كرة السلة ونجوم النادي الأهلي في كرة السلة لتحقيق إنجاز طيب في رواندا وفي العاصمة كيجالي بعد التأهل من خلال التصفيات اللي استضافها الأهلي في الفترة الأخيرة حالة فيها كواليس كتيرة تفاصيل مهمة وستسمعوا النهاردة كلام جديد وهتشوفوا مستندات حصرية بتتعرض لأول مرة وعاكن كالعادة كلام ده كله عاكون من خلال شاشة قناة الأهلي ولكن نبدأ بسرعة بأهم العنوان البداية في ترند الأهلي الفريق يوصل للاستعداد لنهاء دور الأبطال وكمان بحثة الترجي تصل اليوم إلى القاهرة وفي الترند المحلي ترابزون التركي يعلن تعافي تريزيجي نروح لإستعراض مباريات اليوم نحن النهاردة هدخلين بقى في المراحل الأخيرة من المباريات والمسابقات القرية في أوروبا دوري أبطال أوروبا والفاينال بإذن الله هيكون يوم 1-6 مواطشي كبير جدا بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند ولكن دلوقتي احنا على موعد مع نهائي الدوري الأوروبا النهاردة الساعة 10 مساء أتالنطا الإيطالي هيستضيف أو هيلعب مباراة مهمة جدا لقاء النهائي مع بايرلي فركوزين الألماني مباراة ممتعة مباراة مهمة جدا فريق إيطالي فريق ألماني أكيد مباراة أكون تكتكية على أعلى مستوى فاصل ثم نواصل في مثل هذا اليوم من عام 2001 22 مايو 2001 يعني بالضبط من حوالي 23 سنة كنا على موعد مع تسلم النادي الأهلي جيزة نادي القرن في جوهانسبرج في حفل أقامل اتحاد الإفريقي لأول مرة بتسليم جيزة نادي القرن العشرين من الاتحاد الإفريقي إلى النادي الأهلي في هذا اليوم كان الكابتن صالح سليم المايسترو رئيس النادي الأهلي موجود على رأس وفد رسمي رفيع المستوى من النادي الأهلي وتواجد في حفل الاتحاد الإفريقي وزي هنشايفين اللحظات التاريخية دي اللحظات دي بالضبط زي دلوقتي من 23 سنة الايام بتجري والعمر بيجري والكابتن صالح رحمة الله عليه لما مثل النادي الأهلي في هذه اللحظات التاريخية أكيد كان عارف أن النادي الأهلي ماشي على مبادئ وعلى سياق تواصل أجيال وأن البطولات اللي اتحققت في القرن العشرين مع رؤساء تاريخيين على مدار النادي الأهلي وتاريخ النادي الأهلي بتتقرر وبتزيد الإنجازات والبطولات وأن دلوقتي حتى في القرن الواحد وعشرين وإحنا لسه في أول 25 سنة لو آخر 75 سنة من القرن الجديد وللأجيال اللي جاية لو الأهلي حتى فكر أنه ما يقودش بطولات محدش هيقدر يوصل للأرقام اللي اتحققت من 2000 لـ 2024 يعني لحظات تاريخية بنتكلم عليها بعد 23 سنة والجميل في هذه اللحظات التاريخية اللي احنا بنتذكر المايسترو الراحل صالح سليم عايش الأهلي ورحم الله المايسترو صالح سليم وتستمر إنجازات الأهلي وبطولات الأهلي وبإذن الله إن شاء الله نفرح يوم السبت اللي جاي بطولة جديدة وإنجاز جديد مع الأميرة الإفريقية الأميرة السمراء دوري أبطال إفريقيا البطولة اللي بتعشق النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي فاصل ثم نوصل فهذه اللحظات وأنا معاكم على الهواء مباشرة باعثة فريق الترجي التونسي بتهادر حاليا من مطار قرطاج للسفر إلى القاهرة استعدادا لخد لقاء العودة أمام الأهلي يوم السبت القادم يمكن باعثة فريق الترجي التونسي بتضم حوالي 60 فرد النهاردة يمكن البعثة بتضم كمان بالإضافة من خلال 60 فرد 25 لاعب بالإضافة إلى أفراد الجهاز الفني والإداري والطبي ويكون على رأس باعثة فريق الترجي التونسي السيد رياض بن نور المدير الرياضي لفريق الترجي التونسي لكن في اللحظات الأخيرة حسب المعلومات اللي وردت إلينا من تونس يعني السيد حمدي المؤدب رئيس نادي الترجي تعذر صفره مع فريق الترجي اليوم نتيجة طبعا وفاة تشقيقه بالأمس كان النادي الأهلي أرسل برقية تعزية وأعلن كمان من خلال صفحته الرسمية خالص التعازي والمواساة لأسرة نادي الترجي ولرئيس نادي الترجي في وفاة تشقيقه فلذلك يعني تعذر صفره النهاردة مع الفريق وهيكون على رئيس البعثة الكابتن رياض بن نور دي آخر الأخبار والكواليس المتعلقة بفريق الترجي وقدامكم على الشاشة هيكة اللعطات الحصرية من مطار كارتاج وصفر فريق الترجي تونسي في هذه اللحظات للوصول إلى القاهرة في تمام الساعة السابعة مساء طيب عايزين نتكلم على الترجي بيستعد إزاي أبرز لاعبيه تشكيلة لقاء العودة التعليق برضو الرياضي مهم جدا في مثل هذه المباراة الكبيرة وإحنا النهاردة موعدنا مع معلق رياضي كبير جدا كان ليه سوالات وجوالات في التعليق الرياضي وما ننساش تعليقه حتى على مباراة الأهل والصفاقسي في رادس أو النهائي دوري أبطال اتلعب في استاد رادس والهدف الشهير اللي أحرازه محمد أبوتريكا في اللحظات الأخيرة ومن خلاله توجي الأهل بدوري أبطال إفريقيا ليه سوالات وجوالات في التعليق على العديد من المباراة الأفريقية والمحلية تعالوا نشوف معنا مين النهاردة لأن معنا النهاردة ضيف كبير جدا ومهم جدا المعلقة التونسي الشهير الكابتن رؤوف خليف كابتن رؤوف يعيش أخويا سعداء بوجودك معنا من خلال شاشة قناة الأهل ألا يسعدك إيش المقدمة الجميلة هذه التي قدمتها لي طبعا أشكرك كل الشكر لك كابتن محمد لمتمعين أينما كانوا وإن شاء الله نقضي معنا وقت طيب وسعيد صوتك وحشنة في المباراة الأفريقية وكانت مباراة ممتعة وأحداث تاريخية لو تتذكر كده معي كابتن رؤوف أحلى وأجمل مباراة اللقات عليها للنادي الآلي في السنوات السابقة أكيد أنت لمحت عليها في بداية التقديم كانت النياء الشهير في مرعب رادس بين الأهل والنادي الرادي السفاقسي وكان لقب تقريبا قبل عشرة ثواني لصالح السفاقسي التونسي لكن لم يكن عندك نجم باسم محمد ولقب أبو تريكا يعني التاريخ يتغير والجغرافيا تتغير وبالتالي جاء الهدف القاتل في أوقات قاتلة لو كنت قلت أنا ذاك في التعليق هدف قاتل على الكرة التونسية وتوج الأهل في قلب رادس صحيح طيب من خلال متابعتك للمباراة الإفريقية ولقاء الزهاب اللي انتهى بالتعادل السلبي سفر سفر كيف ترى لقاء العودة وحزوز الفريقين على المستوى الفني؟ أكيد يعني لحظنا ندية كبيرة بين الفريقين في مباراة الزهاب والأكيد أكثر أنه عامل الأرض والجمهور كان لصراحة ترجي نحن نعرف أن الآلي لم يرعب في مرعب القائرة يعني السبعين ألف ضامنين موجودين قوة جماهيرية كبيرة الفريقين يتمتعان بشعبية كبيرة مباراة الزهاب كانت بحسابات تكتيكية كبيرة بين المدربين ونحن نعرف في تونس هنا أن كاردوزو مدرب دفاعي قبل أن يكون هجومي وبالتالي كان يعني متكتل بقوة دفاعية لا يقبل أهداف مثل ما تبعنا أمام سانداونز وأمام أساك ميموزا الإبواري وبالتالي يعني ماضي في تأمين الدفاع قبل الهجوم لكن هل هذا كافي لأنه ينجح ترجي يفولس باللقب من قلب القاهرة الدولي أنا أقول صعب طبعا لكن ليس مستحيل الأمور التكتيكية تبقى قوية بين المدرب كولر وكاردوزو الأهلي الآن مطالب بصنع اللعب على عكس ما قدمه في مباراة الذهاب ربما أقول أنه خطت للتعادل قبل أن يخطت للفوز في رادس بالذات نال المبتغى عاد بتعادل ثمين لم يقبل فيه الآتاف تبقى الأمور مفتوحة على كل التوقعات لكن أقولها ثاني وثالث الأهلي مطالب بصنع اللعب وبالتالي قد يكون هناك مساحات في دفاعات الأهلي قد يستغل الترجي كأصل ما يكون طيب فريد ترجي يمكن في دوري أبطال إفريقي هذا العام كان الأداء مختلف في مرحلة على المرحلة أخرى يعني مع الكابتن طريقة ثابت الأداء ما كانش جيد رغم نفس العناصر اللي موجودة حاليا مع ميجيل كاردوزو مع ذلك النتائج تغيرت وأصبح المدرب البرتغالي لفريد ترجي بيستطيع اللعب على الأدوار الإقصائية هل ترى مباراة أسك ميموزا ومباراة ساندونز هل مقياس نقدر نقارن به لما يواجه الأهلي ولا مباراة الأهلي لها حسابات تانية ووضع مختلف لا 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 شوف يعني كل إفريقيا كوم والأهلي مصري كوم وحده الحاله أنا دائما نقول أنه الأهلي هو ريال مدريد إفريقيا الكاريزما والخبرة والهيبة والوقار والوقار يعني الفنين لهذه الحمراء لها وزنها لها قيمتها في مثل المعايد الكبرى في الأدوار النهائية الآلي يعني يلعب في الأيام القادمة يلعب خامس نهائي متتالي هذا ليس بسهل 11 لقب فوق الميدان 119 لقب في مسيرة النادي 25 لقب قاري على بعد أربع أرقاب من أرقاب ريال مدريد القارية يعني أرقام هستيرية فلكية غير خابلة للمقارنات مع كل الأندية الإفريقية باحترامي أشديد لهم الأهلي موضوع ثاني يعني كيفية التعامل معه صعب أنا كأنها تكون في نهائي وتفتك اللقب من الأهلي لكن أحنا شفنا ليس بالمستحيل النجم السيحلي في 2007 خطف اللقب من قلب القاهرة الدولي بتشكيلة أهلوية يعني أكثر من المثالية بنجوم كبار وتاريخيين الكورة ليست بعلم صحيحة الترجي يعرف صعوبة المهمة لكن ربما بعقلية الألمان لا شيء مستحيل لكن أنا قتلك أنا للأمانة يعني أعمل الأرض والجمهور يعطيك الشحن المعنوي اللازم للفوز أنا لو أضع يعني نسبة التتويج بين الأهلي والترجي نقول 60% للأهلي و40% للترجي طيب من اللاعب اللي ممكن يكون عنصر هام جدا لكل فريق يعني من في الأهلي ومن في الترجي مع الوضع في الاعتبار غياب معلول كمان مع الأهلي بالأهلي لا نقاش فيه ولا يقبل أي مناقشة الماسترو إمام عشور يعني نحن شفناه في منعب رادس في منعب حمادي العقربي رغم أن الأهلاوي كان متوجه دفاعيا قبل أن يكون هجوميا لكن إمام عشور بموهبته بفنياته بسرعته أبار الجميع وكانت دائما في الهجمات الخطيرة والتزديدات من بعيد تحركها في كل أرجال الملعب يعني للأمانة يعني إمام مستقبله كبير يعني نقول نجم مصري قابل للتصدير في أكبر الأندية الأوروبية وهذا سوف يتأكد في قادم الأيام واسمعوا الكلام هذا مني يعني إمام فلتة زمنية في قادمة على الكورة المصرية والعربية أتوقع أنه سيكون هو نجم الرقاء لو ترجي ما يعمله ألف حساب على مستوى المراقبة في وسط الميدان خاصة من أولو اللعب الانتكاز في الترجي لأنه لو تترك الحرية لإمام عشور أحنا زي ما تقولونت سوف يبهد للجميع وبالتالي من أنذر فقط أعذر من جانب الترجي الترجي دائما في النزعة الهجومية يبقى رهين البرازيلي يان ساس يان ساس هو العقل المدبر للكورة الأخيرة باتجاه رودريغو رودريغيز الهداف لفريق الترجي إذا كان الأهلي كذلك على مستوى الميدان إن كان مران عاطية أو أكرم توفيق يقوم بتقذية لازمة أمام يان ساس ولا يتركه يبني الهجمات ستسعب الأمور على الترجي لأن الترجي سيكون منشغل بالتوقف في الدفاع قبل أن يفكر في الهجوم وهذه مفاتيح لعب بأيدي كولر كذلك بأيدي كاردوزو وتبقى دائما حقيقة الميدان واللغة الأقدام أختم معك بحاجة بقى مهمة جدا ليه علاقة بالتعليق الرياضي وإحنا كنا بدايما بنستمتع بيك في المباراة الإفريقية خاصة لمباراة منتخبنا أو حتى لمباراة الأهل لما بيكون عندك مباراة للنادي الأهلي تحديدا بتقود تحضر له من إمتى؟ وأيصدقني كبير محمد يعني تحضير المعلق المحترف والذي يحترم رضاء المشاهدين تحضير مثل ويحاضر اللاعب والمدرب يعني تحضير على بدري كل صغيرة وكبيرة شيء من أشياء وأشياء من شيء لأن المعلق قبل أن يكون معلق وواصف هو لابد أن يكون الفهم للتحكيم وفهم لخطة التكتيك وفهم للفنيات وما لا نقول أنه يشترط أن يكون لعب قديم لكن على الأقل أنه فني ويفهم في الكرة وبالتالي المنظومة الكلها تكون في صالح المشاهد هذا ما أتمنى عن كل معلق أنه لم يجهز لأي مباراة تكون عادية لكن في استثناءات التحضير مثل أهل المصري من الأندية أو الهلال السعودي أو التراجي تونسي يعني هذه الأندية كبيرة جدا لابد بشعبية جارفة أن تكون ملم بكل خفاياها وكواليسها حتى تقدم الصورة الرائعة للمشاهد الكريم في لمسات جمالية كده في تعليق رؤوف خليف الشارع الرياضي المصري دايما ملمسة معها هذه الجمل يوزع كرة خطرة الكلمات دي لما بتقابل الجمهور في الشارع بيفقرك بيها وبيتعيش معك في التفاصيل دي أنا والله العظيم أقول لك بكل أمانة بدون رغم يورود أنا فقدت هويتي كاسم رؤوف ورقب خريف في المدن المصرية في مدينة التحرير في القاهرة في مصر الجديدة يعني لم يعود يندوك يا كابتر رؤوف أينما ترت وحليت في أي مكان تسمع إلا كلمة يوزع فأنت تلتفت طبعا تلقائيا وتعرف أنه هذا عاشق يعني لتعليق رؤوف خليف وأحييه كل التحية إحنا سعداء بوجود حضرتك وبشكرك بالتأكيد على مشاركتك معنا قبل اللقاء هام يوم السبت المقبل بإذن الله أقل واجب كابتر محمد وسلامي للجميع ونشوفك ورائب بإذن الله في مصر ونلتقي بيك إن شاء الله على خير شكرا جزيلا حبيبي الله سلام شكرا جزيلا كان لقاء مهم جدا مع المعلق الطمسي الكبير اللي ما استمتع به دايما لكابتر رؤوف خليف وإطلالة مهمة جدا على مباراة الأهل والترج لسه عندنا مفاجآت مدوية ولكن بعد الفصل تتواصل اجتماعات الاتحاد الإفريقي مع مسؤولي النادي الأهلي وعلى الاتحاد المصري لكرة القدم للتحضير للمباراة النهاية يوم السبت المقبل بالأمس كان في اجتماع هام جدا وانبرح انفرضنا من خلال برنامج التريند عن تفاصيل الاجتماع اللي عقد بالأمس وفي أمور خرجت من هذا الاجتماع ولكن النهاردة أيضا كان في اجتماع ظهر اليوم عقدوا الاتحاد الإفريقي مع مسؤولي النادي الأهلي مثل الاهلي في هذا الاجتماع لمهندس خالد مرتاجي أمين صندوق مجلس دارة النادي الأهلي والكابتن أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الكورة ودكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي وأعتقد اجتماعات مسمرة جدا 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 بشأن التحضير للمباراة الناهية عايز أأكد لحضراتكم ان مراسم التتويج وتسليم كأس البطولة والميداليات للفريق الفائز ومداليات الوصيف الفريق الخاسر هتكون زي ما هي في أرضية الملعب كما جرت العادة في كل المباراة الإفريقية اللي نظمت على أرض استاد القاهرة في الفترات الأخيرة وكما كان حفل التتويج ومنصة التتويج هتكون في أرضية الملعب زي ما كانت في مباراة الزمانك ولكن طبعا الوضع هيكون مختلف في مسألة التنظيم ولكن حفل التتويج وتسليم الكاس والميداليات هيكون في أرضية الملعب زي ما حصل في مباراة الزمانك في الفترات الأخيرة وعايز أكد كمان على معلومة مهمة جدا لسه وصلة لحالة من مصادر رسمية في الاتحاد الإفريقي الاتحاد الإفريقي خد قرار أن قبل انطلاق مباراة الأهل والترجي بساعة هيكون في حفل ختام بسيط مدته حوالي عشر دقايق هذا الحفل هيحيي الفنان المصري محمد رمضان هذا خبر خاص لحضراتكم من خلال برنامج التريند على شاشة قناة الأهلي الاتحاد الإفريقي حدد بشكل رسمي أن هناك حفل ختام لمباراة نهاء دوري أبطال إفريقيا بين الأهل والترجي على استاد القاهرة وقبل موعد اللقاء بساعة حفل مدته عشر دقائق سيحيي هذا الحفل الفنان المصري محمد رمضان ده خبر خاص لحضراتكم من خلال برنامج التريند تعالوا بقى للقضية لأن انتم عارفين كده في فترات بتحصل موضوعات وبتتصدر مشاكل وأنا أكتر حاجة تضيقني في الشغل تحديدا أن احنا نبني شغلنا على نظرية المؤامرة الكونية بقرة جدا المسائل دي لو عندي معلومة أو مستند أوكي همشي في نفس السياق حتى لو فيها مؤامرة كونية أوكي طالما فيها مستند ولكن بيتصدر لجمهور الأهلي الفترة الأخيرة التفاصيل غلط ومعلومات غلط ليه؟ بعد الإخراج التلفزيوني واللي حصل في مباراة الزمالك ونهضة بركان شفت تفاصيل وأخبار كتيرة جاية من برى مصر أن نتيجة الإخراج التلفزيوني اللي حصل والأخطاء اللي حصلت من وجهة نظر الجميع اللي تابع المباراة حصل أنا طبعا مش فني أو ما فهمش في مسألة الإخراج بس ردود الأفعال كانت سلبية فالصحف المغربية طلعت بمجموعة من الأخبار أن الاتحاد الأفريقي تمسك بوجود مخرج أجنبي لمباراة الأهل والترجي تعالوا نشوف البداية بدأت منين موقع البطولة نشر خبر ومكتوب فيه زي ما هقوله بالضبط لحضراتكم دلوقتي وزي ما انت شايفين على الشاشة مكتوب إيه؟ بعد أحداث مباراة الزمالك ونهضة بركان الكاف يستعين بمخرج إسباني لتولي إخراج نهاء عصبة الأبطال بين الأهل والترجي وعلمت البطولة وقالوا تفاصيل أن الأحداث اللي شاهدتها مباراة الزمالك ونهضة بركان خلى الاتحاد الأفريقي يتدخل ويتمسك بوجود مخرج أجنبي طبعا بعد التنظيم اللي حصل في نهاية كأسي الكنفدرالية وبعد مشاكل الإخراج اللي البعض بيتكلم عليها فالناس بتقولك يعني هو بقى مطش الأهل والترجي الكافة هيتمسك والناس هنا هتستجيب طب ليه ما حصلش ده قبل كده ده أنا كمان سمعت وتقال أصلي كان فيه مخرج أجنبي في مباراة الزمالك ونهضة بركان بس اتقال إن نجل الزمالك رفض أو الجهة المنتجة للمباراة في التلفزيون المصري رفضت طبعا الكلام ده كان بالنسبة لي غريب جدا فروحت على طول دايريكت للمسؤولين في الاتحاد الأفريقي يا جماعة هو أنتوا بعد التصوير والإخراج بتاع مطش زي ما يكو بركان طلبتوا إن يبقى فيه مخرج أجنبي اتقال لي لا الموضوع مش كده خالص طب قولنا الموضوع إيه قبل ما أروح للموضوع بتفاصيله بتواريخه الرسمية بالإيميلات اللي معايا دلوقتي بشكل رسمي وهستعرض معاكم اللي تقال فيها تعالوا نشوف الأول الإخراج والتصوير بيبقى من مين مين اللي بيحط الخطة وطريقة العمل والتصوير عارفين مين الاتحاد الأفريقي الناس فاكرت تلفزيون المصري هو اللي بيحط خطة العمل والكاميرات والاختيارات وكل حاجة لا 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 نعرض مع بعض دلوقتي خطة العمل اللي وضحها الاتحاد الأفريقي لتصوير المباراة النهائية توزاة الكاميرات تواجد الكاميرات عدد كاميرات الفار لأن الكلام اللي هنعرضه دلوقتي هيبقى مفاجأة للناس كلها بصوا جماعة العشاشة ده معنا ايه دي خطة العمل من الاتحاد الافريقي وحطت عليها هو العنوان الرئيسي كاف شامبونيس ليج فاينال نهائي دوري ابطال افريقيا دي الخريطة اللي وضحها الاتحاد الافريقي وارسلها لقطاع الانتاج او القطاع المسئول يعني عن مسألة تصوير المباريات والبس التلفزيوني في مصر وقال انا عايز 25 كاميرا وتوزيعة الكاميرات بالشكل اللي انتو شايفينه ده خدوا بالكو ده امير رسمي من الاتحاد الافريقي هو اللحاتة خطة العمل هو اللحاتة الكاميرات هو اللحاتة السيناريو والرانينج اردل المتعلق بالتصوير المباراة النهائية الناس بتعتقد ان المخرج المصري هو اللي بيكون القائد في كل شيء لا 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 القصة مش كده الاتحاد الافريقي يا جماعة السنادي تحديدا عمل سيناريو مختلف لتصوير النهائيات اللي بيطبقوا في بطلات الامم الافريقية دلوقتي بيطبقوا فيه مسابقات الاندية طب دي خطة العمل لتصوير المباراة تعالوا بقى نشوف خطة الكاميرات اللي موجودة لتقنية الفار من ضمن الخمسة وعشرين كاميرا دول فيه تمن كاميرات لدوري أبطال افريقي وده احنا كنا عرضنا قبل كده وهيستمر نفس التنفيذ في ماتش الفاينال بين الاهل والترجي تمن كاميرات بالتوزيع اللي انتوا شايفينها وشرحت قبل كده كاميرات الفار وعربية الفار ملاش علاقة بالاخراج والمخرج لو معادش الفار كده كده شغال وبيراجع وبيتابع والمخرج ملوش علاقة اصلا باي ركل الجزاء او اي هدف عشان نتكلم بموضوعية جماعة عشان انا مش عايزكم فيه تعصف الشرع الرياضي نتيجة ان فيه بعض الناس اللي بتتعامل بدون احترافية فيه مجموعة من الهواب بتصدر معلومات غلط دورنا نقدم لكم مستندات رسمية تقول لكم ان الكلام اللي بتقدم ده غلط اللي حقيقة مش كده محدش بيصور بمزاجه محدش بيخرج بمزاجه فيه خطة عمل وضحها الاتحاد الافريقي طب ادي الكاميرات ودي خطة العمل وبلوجه الكاف وبخطة عمل الكاف على فكرة التلفزيون المصري ما هو الا منفذ وبالمناسبة عايز اقول لكم ان فيه مسئول من الاتحاد الافريقي حاضر تصوير المباراة موجود في ارضية الملعب وموجود في عربية البنس التلفزيوني اسمه سيوفوي شخص مسئول عن الانتاج التلفزيوني في الاتحاد الافريقي من جنوب السودان دي اضافة كمان عشان ناس تبعارفة ان الاتحاد الافريقي كمان رقيب على التصوير والاخراج طب خدوا بقى المفاجأة التانية هل زي ما قال موقع البطولة ان المخرج اللي جاي جاي بعد الاحداث الاخراج اللي حاصلت في زمان كونهات بركان كلام ده مش حقيقي ليه بقى خدوا بقى التواريخ دي بشكل رسمي الاتحاد الافريقي بعت ايميل التلفزيوني المصري بتاريخ واحد مايو قال له نهاء الكنفدرالية بين الزمان الكوبركان نهاء دور الابطال بين الاهل والترجي هيخرجه مخرج برتغالي اسمه انا عايز اقول لكم الاسم بالزبط اخوان في غيره اخوان في غيره هو اللي هيخرج مباراة الزمان الكوبركان ومباراة الاهل والترجي واحنا طالبين عادت كاميرات كزا وتوزعت الكاميرات بالخطة انا ورتها لكم دلوقتي دي كانت في الايميل اللي مبعوط من الاتحاد الافريقي وده كلام رسمي من مصادر رسمية في الاتحاد الافريقي يوم سبعة خمسة ومن خلال الايميل تم تحديد جلسة زوم ميتنجي في نفس اليوم ما بين مسؤولي التلفزيون المصري قطاع الاخراج مع مسؤولي قطاع الانتاج والتصوير في الاتحاد الافريقي اتحدد فيها خطة العمل لمباراة الزمان الكوبركان ومباراة الاهل والترجي ايميل واحد خمسة الكاف عايز يعمل ايه وهيجيب مخرج يعمل ايه في المطشين زمال الكوبركان والاهل والترجي وسبعة خمسة اتعمل زوم ميتنج خدوا بقى المفاجأة بقى الجاية لان محدش قالها وتقلق اصل الناس هنا في مصر رفضت والتلفزيون المصري رفض ان يكون في مخرج اجنبي لاخراج المباراة يوم اتناشر خمسة الاتحاد الافريقي ارسل ايميل للتلفزيون المصري بيقوله ان المخرج اللي بلغناكم ان هو هيكون موجود في مصر لاخراج المباراةين بيعتذر عن التواجد مين اللي بيعتذر المخرج مين اللي بعت الايميل الاتحاد الافريقي هنا بقى الكلام اللي اتقال دلوقتي والله عرضناه من المواقع اللي برا اللي بتتصدر هنا في مصر ان بعد اللي حصل فالكاف قال لك لا ده لازم يجي مخرج اجنبي كلام ده مش حقيقي انا بقول لكم توريخ ايميلات واميلات رسمية معايا مستندات منها فبعدين بقى لما قالوا الاعتذار قالوا ايه بصوا نص الاعتذار كان ايه بالضبط نأمل ان يجد هذا البريد بصحة جاي او نأمل ان يجد هذا البريد لديكم في كل كافة التفاصيل الصحيحة يرجى العلم ان المدير الاخراج الذي قام او قمنا بتعينه للمباراتين النهائيتين في القاهرة يومي 18.05 19.05 ويوم 25.05 لن يكون متاح لنهاء الكونفيدرالية يوم 19.05 وسيكون السيد خوان في غيره متاحا لمباراة الاياب في 25.05 وسنكون سعداء بالعمل مع افضل المخرجين في التلفزيون المصري يبقى المخرج لا حد رفضوا ولا الكاف تمسك بوجود مخرج في مباراة الاهل والترجي ولا الكلام اللي بتصدر بقاله اكتر من كذا يوم بره من الصحافة عشان الزمانكو بركان فالاهل والترجي هيجي مخرج اجنبي كلام ده كله مش حقي السياسة اللي تمت في كاسة الوهم الافريقية هتبدأ تطبق من السنة دي في النهائيات المباراة النهائيات اللي على ارضك اللي هتصطدي فيها لقاء الاياب وكان موجود للمباراتين ليه بقى كم الشوشرة واللي بتقال في السوشيال ميديا بقال يومين مش عارف بصراحة ايه تفاصيله وايه هدفه ولكن دورنا نوعي الناس ونقول لهم محدش بيتدخل ولا حد بيقول اللي انتو بتسمعوه وبتقروه سواء برا او حتى داخل مصر فاصل ونرجع بعد الفاصل عند قضية جديدة وفيها مفاجأة جديدة اخر فقرة مع حضراتكم والوقت بيجري بسرعة في برنامج الترند ولكن الفقرة اللي معايا مهمة جدا اللي هي علاقة بمباراة الاهل والزمالك في كرة اليد الاهل كسب الزمالك في اول لقاء 26.25 وبالامس كان فيه لقاء تاني في البست اوف سري والزمالك كسب الاهل 29.25 ولكن على السوشيال ميديا الناس مددائق اوزعلانة وجمهور الاهل غضبان جدا بسبب الاداية التحكيم هعيز اقول لكم عنوين سريعة الاهل اساسا طلب ان يكون فيه حكم اجانب في مباراة البست اوف سري مع الزمالك والاتحاد المصر لقرة اليد رفض الاهل تمسك بتواجد حكم اجانب في المباراة في الفترة الاخيرة والاتحاد المصري لقرة اليد لم يستجيب حاجة تالتة الاتحاد المصر لقرة اليد قال اصل الليحة بتقول اصل الليحة بتعيد حسن وحسان معتمد حكام دوليين والمفروض يكونوا حكام على اعلى مستوى ولكن تعال اقول لكم على مفاجأة النهاردة لايه علاقة بالحكم علاء حسن اللي قدار مباراة الاهل والزمالك مبارح وكان عنده اخطاء تحكمية كارثية اثرت في نتيجة اللقاء وبحذر الاتحاد المصري لكرة اليد من اللقاء يوم الجمعة عايزين تاقم تحكم اجنبي او تاقم دولي على اعلى مستوى تاقم ما عندهش اي مشاكل سابقة او حالية لان النهاردة انا معايا لقطة حصلت في احدى المباراة في المركز الاوليمبي في المعادي للكابتن علاء حسن الحكم معناها ايه ان الحكم اللي بيدير اي مباراة لو في اخطاء تحكمية او في مشاكل تحكمية بعد المباراة لو حصل اي حاجة يكتب تقرير قدامكم على الشاشة والزوم اللي قدامكم على الشاشة ده حكم مباراة امبارح علاء حسن لمباراة سابقة في المركز الاوليمبي في المعادي. عمل اخطاء تحكمية. وشايفين في اللقطة في وقع الضرب بينه بين احد المسؤولين او احد الجماهير معرفش مين. ودي اهي فيجو انا ببعثه للاتحاد المصر لكورة اليد دي حقق في الموضوع ده. بعد المشكلة دي. هل الكابتن عليها حسن اتخذ معاه اجراء? هل طاقم التحكم اللي عمل المشاكل دي قبل كده في المركز اوليمبي في المعادي? اتخذ معاه اجراء? لغاية دلوقتي احنا مش شايفين اي اجراء. ليه? لانه تواجد في مباراة الالي والزمان الكنبارح وحصلت اخطاء تحكمية كارثية. مش هنعديها. مش هينفع نسكت عنها. الالي الانبارح كان ممكن يتوج ببطولة الدوري. وعادي جدا كنا ممكن نخسر كورة. مفيش مشكلة نخسر كورة. مفيش مشاكل. ولكن التحكم كارثي من اللي حصل من علاق حسن. ومن حسان معتمد امر غير مقبول. حكام اجانب يا ام يجي حكام الاعلى مستوى في مبارات يوم الجمعة. وقت الحرقة جري بسرعة مع حضراتكم. بس كان عندنا النهاردة ملفات مهمة وقضايا مهمة ومدخلة كانت مهمة جدا مع الكابتن رؤوف خليفة. بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة. ولنا لقاء جديد يوم السبت اللي جاي في العد التنازلي قبل موعد اللقاء بتلت ساعات. عشان نطمئن على الفريق في هذا اللقاء الهام التاريخي. النهاء الخامس على التوالي بين الاهلي والترجي. شكرا لحضراتكم وإلى اللقاء.